اشتركوا في القناة لأنه يؤلد كل الشعوب العربية يسألك اي كرامة الكرامة انتم تريدون ان تفرض علينا ان تفرض علينا احنا انفرضنا اي يا أستاذ قاعد شعب في مزة واكل التين قاعد بيأكله وجايين جماعة حماس وقاعدين بيحربوا من فن كيادة حماس قاعدة بتستخبى فن في مستشفى في مدارس دي برضو كرامة عربية انا كرامة يا أستاذ انا كرامة تحارب لبنان 2006 لما مجموعات حزب الله كانت بتحارب من قوة بيروت من قوة المدن انا كرامة يا أستاذ دي كرامة دي مش كرامة يعني انتم انتم في ثمانية واربعين عندما تردتم الفلسطينيين انا كرامة انا كرامة انا كرامة انا كرامة برفض المبادرة المصرية بالرغم من انهم اتخصار شميع عليها هذا هو عمار كرامة العربية التحدي بكل سلاح رغم التفوق الاسرائيلي تتحداكم حبل وقتطوركم بصواهرها تفضل انا كلمتينوليون مثل قدخل كانت انا مولود في مصر والك العربية الكرامة العربية هي البطولة الكرامة العربية الكلمة الاحترام الاحترام للهاب الاحترام لله необход على هذا المضlife إن الجماعات الإسلامية اللي قاعدة جوه غزة وقاعدة بتستغل الولاد وبتحارب من جوه الجوامع والمستشفيات جيموس كرامة جي جبانة بترجع لنا للحكاية نفسها التسطورة مشهورة هل نفس اللي عمله حزب الله في بيرو هو نفس اللي يقوم بإضرابه المستشفيات وبيضربه من المساجد الاتقائد دلوقتي إنهم يضربهم إقفاع كرمسجد هم الكرامة العربية يا أستاذ يا سيدي الكرامة العربية في موقف دول الممانعة وفي رفض أمريكا غرم جباروتها وقوتها وإن عنوان الكرامة العربية والأمة الإسلامية اليوم هي في معسطة دول الممانعة وليس في معسطة أخرى حكاية المفهومية مش جمدة معك عوز أعرف بس أنا مين اللي وقف التهديئة في غزة مين اللي طلب السواريخ مين اللي راح وضرب المدن في إسرائيل بقاله ثلاث سنين بس أنا أعوز أولك حضرت المشكلة مع حماس اللي هم اللي اتلخبطوا شوية اتلخبطوا لأنه هم الفاكرين إنه عادين بيلعبوا الدور البطل أمام شاشات التليفزيون وهم اللي افتكروا إنه بحق وبحقيقة هم الأبطال بس ده حاجة مفهومة هم اللي عادين بيستغلوا الشعب والشعب اللي في غزة اللي هو مش العدو بتاع الشعب الإسرائيلي لا إحنا بيجعنا أكتر من حضرتك إنت عشان الكرامة العربية مش فرقة معاك زي موتوا ألف أو مليون وأنا كل واحد اللي بيموت بيجعني يالدي وأعوضوا لك كمان العائلات الإسرائيلية ما تزودش عليك يا واحد بجندت فرقة ملهاش معنا بس البطالة هي دي البطالة السورية البطالة بتاعت الجبهة خلي التنين يموتوا وإحنا نقول بصوت رفيع بكرة معرضية يا سيدي عندما سيحين الوقت وتتدخل سوريا في البعركة تجد سوريا صامدة وستتدخل لستم من يقرد لستم من يقرد على الدول العربية اختيار ساعة الصفر البطالة إن حرب ما قد علمتهم أن أجيشكم متحور وسيدحر من جديد وهو اليوم متحور على يد أناس بصواريخ حرفية هو رد عليك فيما يتعلق في سوريا ماذا قلت فيما يتعلق في سوريا يا سيدلي إلا أنا بقول على السورية سوريا طبعا مسكة الموقف البطلي العربي الرفيع العزيم بس على حساب مين؟ على حساب المدنيين بتوع المدن في لبنان على حساب الشعب اللبناني حيئيدوا حماس والشعب الفلسطيني هو اللي حيث فعلت تعمل يا سيدي الجبهة اللبنانية الدافلية اليوم أعلنت تأييدها الكامل لحماس من أقصى اليمنين إلى أقصى اليسار فماذا ستتعلق في سوريا؟ إذهب وحلو المسلطة يعني تتراجب عن اللبناني الصباح الخير من غير متوافع عن إيران؟ أنا جبهة اللبنانية وأني كلام فارغ التحدث هو أن سيتحول النقاش إلى حوار مباشر بين بسام وبين كائلي ترجمة نانسي قنقر